أهلا بكم كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حظرة الفاتيكان رحبا قداسته بالأشخاص القادمين من سوريا ولبنان والشرق الأوسط داعيا إياهم بأن يكونوا خميرة محبة للعالم وأن يتحملوا مسؤولية أبنائهم محذر أيضا من قساوة القلب في الحياة الإيمانية وشرحا قداسته للجميع طريقة الصلاة الحقيقية حسب التعليم المسيحي وفي ختام اللقاء دعا البابا فرانسيس أن يبارك الرب جميع الحاضرين ويحرسهم من الشر أيها الأبو الأقدس يسر الأشخاص الناتقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرنسيس تابع قداست البابا اليوم تعاليمه حول صلاة الأبانة متوقفا عند طريقة الصلاة ومدمونها فأكد قداسته أن الصلاة الحقيقية هي تلك التي تبقى في عمق القلب والضمير بدون أن تكون منغلقة على الزات بل تحمل معاناة الآخرين وأوضاعهم وتضعها أمام الله فالمسيحي ليس بمقدوره ألا يتأثر بما يعيشه الأشخاص من حوله وفي العالم أشار البابا أن كلمة أنا غير موجودة في صلاة الأبانة فالرب قد علمنا أن نتوجه لله الآف في الصلاة باسم الجماعة لا باسمنا الشخصي ونبه قدسته من قصاوة القلب مؤكدا أن الله قد حملنا مسؤولية إخوتنا وستكون دينونته عن مقدار المحبة التي قدمناها للآخرين محبة به والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية موسيقى 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 موسيقى